جددت لجنة الميزانيات مطالبتها للحكومة بالاستعجال في دراسة البديل الاستراتيجي لتوحيد سلم الرواتب وتقديم مشروع بقانون لتتم مناقشته في المجلس وأكدت اللجنة أن هذا التوجه يساهم بشكل إيجابي في تقليص الهدر في الميزانية إلى جانب تصحيح بعض الأوضاع ومن ضمنها التفاوت في مميزات بعض الوظائف وعدم ربط احتياجات سوق العمل بالتعليم ويذكر أن البديل الاستراتيجي يطرح للنقاش في مجلس الأمة منذ نحو أربع سنوات لما له من أهمية بطبط فاتورة الأجر والرواتب في موازلة الدولة وفي حال إقراره لن يمس القانون الموظفين القدامى الذين ترتبت لهم مراكز قانونية ولا يمكن خفض رواتبهم أو بدلاتهم بالإضافة إلى أهمية في توحيد قيمة زيادات لموظفين السابقين ومنح بدل موحد القيمة للجدد المؤشرات النيابية تشيروا إلى أن الحكومة أدارت بوصلتها باتجاه إعادة وضع البديل السراتيجي على طاولة النقاش للتوصل إلى نقطة التقاء حكومية نيابية تسهم في إقرار القانون لتلفزون المجلس طارق السهو